خلينا بعد تأجيل امتحانات وبداية أجازة نص السنة ازاي نستغل ده في ان احنا نتعلم اللغة الانجليزية وخلينا في البداية نقول هو ايه اهمية اصلا ان انا اتعلم لغة انجليزية طبعا حياتك عارفة كواس جدا احنا لو بنتكلم على السوق العالمي والدولي دلوقتي فانا كواليه امر واب التلب بنات دلوقتي فانا بفكر كاب ازاي اجهز بناتي حتى لو هم في ابتدائي لسوق العمل الدولي في طريقتين في التعليم في طريقة ابو ام حاجة اسمها جريد اوريانتد انا بفكر في الليسكور بتاع ولادي وافرح بشهادتهم او ان انا بعدهم يوم الايام ان هم يخرجوا للمجتمع كمواطن صالح ليه وظيفة ليه شغل يصلح للعمل وفي المجتمع والسوق مش بس المحلي الدولي وده بيتطلب ايه بيتطلب مش بس لغة انجليزية حاجة اسمها soft skills او مهارات التواصل بشكل عام خلينا نقول انه المدرسة الاولانية الاولد سكول بتاعت يلا يبني هالدرجات خلص التجربة اثبتت فشلها بنتحت بالظبط فشلها بنلاقي في الاخر حد ممكن يكون جاي بدرجات عالية قوي في اداب انجليش بس في الاخر ان بيجي تكلم انجليزي I speak London very very best صح؟ ده جميل جدا اه فبوز الدنيا خلاص عشان كده حصل ايه عشان كده دلوقتي كل اولياء الامور اللي بيمسك الشهادات لولاد بيقولوا برافو عليك انت جبت في الانجليش كذا هل برافو علي عشان ابني حفظ ولا فهم؟ بالظبط كده هل ابني حفظ نظريات اللغة ولا بيتكلم لغة؟ وهل هو بيذكر اللغة الانجليزية وبدأ يتنصل ويرفض اللغة العربية والثقافة العربية؟ يعني انا دخله ما درس انترناشنال وفي الاخر اطلع ابني بيتكلم لغة انجليزية بشكل ممتاز واللغة العربية ركيكة جدا لا طب يبقى انا برضو ما عملتش كذا صحيح احنا طبعا يعني لنا في بعض الدول متقدمة يعني اسوة حسن في حاجات كتيرة مثلا ألمانيا لا بتحافظ لو هتعلم لغة تانية الألماني اساسي والفرنسويين مايردوش يتكلموا غير لغتهم يعني لو جيتكلمتهم بلغة تانية يعد يتنحلك كده بالفرنش الأول لحد ما يتأكد ان انت فعلا ما بتتكلمش فرنش عشان هم اكتشفوا ان الهوية الثقافية بتاعتك تكمن في اعتزازك بثقافتك زائد اللغة الانجليزية فانا دايما انا كوالية امر يبقى انا لازم اكون عندي وقت فراغ لابني فراغ ابني مش يعود طول الوقت على التابلتس والموبايل اللي عمل مشاكل نفسية رهيبة جدا في التواصل انا دلوقتي كاستاذ جامعي لما ولادنا بيطلعوني في الجامعة باكتشف حاجة غريبة قوي الاقي الطالب داخل للفصل ما في صباح الخير ما فيش اي حاجة ما فيه صباح الورد طب يا فانتم حضرتك انا بقعب بقولهم ايه طب انا هستأذنكم يا جامعة ممكن نتعلم حاجة ما لاش علاق خاص بالخلاس النهاردة ممكن يا سأذنكم وانتوا داخلين تقولي بس صباح الخير جيد مونين السلام عليكم عمل ايه حركة وبس لو سمحتم حاولوا تمثلوا ابتسامة يعني لو صعب عليكم حتى فيكت يعني عادي ما فيش مشاكل ليه عشان انا في الاخر كأب وكمدرس ومربي ومعلم انا عايز اعد الطالب ده لسوء العمل اللي انا برجع في وقت فراغه دلوقتي ليه لقى مغرس القيم دي في ابني ليه لقى اقول له حبيبي دلوقتي انت مش لو هتقعد على تابلت موبايل انت لو هتقعد عندك وقت فراغ طب ايه رايك انت مع اختك انت مع اخوك ايه رايك ننظم ما تساعدوني شوية في المهام ايه رايك التسقاط المطلوبة عندي في البيت وفي المذاكرة انا اسمى بينهم بعضنا ايه رايك اعملتوا النهاردة النهاردة اليوم بتاع اختك بكرة بقى انت وطمينوا وينام وقول له برافو عليك يا ابني قص التعليم الانلاين ده انا مش مقتنع به لأ وده يرجعني لو انا فترة فراغ دلوقتي وفي محاضرات او دروس اونلاين لأ انا كولية امر اشجع ابني احضر يا ابني اعمل نقط شوف لي اعمل لي بوينتز واتمنى جدا انه هم اولياء الامور من دلوقتي يعودوا ولادهم على كذا حاجة منها متطلبات سوق العمل انا ممكن افكر فيها لو ابني في ابتدائي اقول له النهاردة اللي انت هتعملهولي ياريت تكتبهولي بوينتز في حاجة كده ورقة صفرة كده ستيك نوت حط لي على التقلق عشان اعرف كل يوم انت هتعمل ايه فانا بعودوا على حاجة اسمها مهام اليوم تو دو لست ياريت كده كده كل جمعة بعض الصلاة كده تقعد معايا وتقدم لي كده انت عملت ايه ده لو في اعدادي او سنوي طب تو دو لست اما بس حالصبح ووكتب تو دو لست احط مثلا like six tasks هتتعمل في اليوم ست مهام هتتعمل اجي على الاخر اليوم لاقي نفسي ما اعالش مثلا الاتنين بيجي احباط احس بالفشل اتعمل ازاي من في الحالة دي علشان ابني ما يحسش بالفشل لا ده انا بعمل حاجة جميلة جدا بقول له القلم وتشطب عن انت عملته على فكرة الشاطب ده في حد زي بيدي حالة من الانجازر غريبة جدا وعلى فكرة في حاجة ما هو هيكون انجز بس حاجتين من ستة فهي تضايق هيحس نوع اخوة انا الاهم عندي مع ابني ان انا عوده على العادة نفسها ولا المهم اللي يخلص انا عايز اعوده على عادة هتفيده في حياته بعد كده مش عدد التسقاط ودايما اعلمه حاجة خليك واقعي في طموحاتك يعني انت النهاردة عندك واجبات ومذاكرة كان ايه لازمتها تكتب لي واجب ومذاكرة وجم وصحابي وحمل افلام واتفر ايه لازمت ده ما دي بقى حاجة تانية كمان انا مستغرب لها جدا في ظل صياق الموضة اللي كانت حصل بتاعة الطاقة الايجابية الناس تلاقيها وهي بتتكلم تقولك وانا عايز اعمل وعمل عمل فانا دايما بقول انا بحترم حاجة اسمها النجاح المعتدل والطموح الواقع يعني انا كابني لا وبعدين احنا لازم كمان نحط في الاعتبارة الفروق الفردية معلش صاري يعني فيه ناس عندها فعلا قدرات تقدر تنجز عشرين حاجة بسرعة او ملتي تاسكنج فيه ناس لازم تركز في حاجة تقفلها وبعدين تدخل في الحاجة التانية الضبط وده مش معنين فيه حد احسن من حد